كمان استكمالا للكلام عايزين نقول لحضراتكم من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي قال ان العمل بيجري حاليا على قدم وثاق لإنجاز العديد من المشروعات الانشائية على مستوى جميع الفروع حيث يشهد الملف الانشائي بالنادي طفرة يعني متوصلة في ضوء توجيهات مجلس الإدارة للانتهاء من كافة هذه المشروعات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع كل الشركات المنفذة أوضح كمان ان فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد سوف يشهد طفرة متميزة حيث تم تجديد أرضيات ملاعب التنس بالكامل وتنجيل ملاعب كرة القدم الجديدة بأحدث أجيال النجيل الصناعي على مستوى العالم كمان بيجري العمل حاليا لإتمام إنشاء الجيم الجديد مع استمرار العمل في المبنى الاجتماعي وأماكن انتظار السيارات كمان تم الانتهاء من تجديد أرضيات ملاعب التنس بالكامل وأيضا تنجيل أرضية ملاعب كرة القدم الجديدة بأحدث أجيال النجيل الصناعي على مستوى العالم كل ده في إطار الخطة اللي وضح مجلس الإدارة طبعا لاستكمال كافة احتياجات فرع الشيخ زايد اللي بيشهد أيضا أعمال مكثفة لإتمام إنشاء المبنى الاجتماعي الجديد وأماكن لانتظار السيارات طفرة إنشائية بالمعنى الحرفي للكلمة يا حضران أنا فكرة أهلي الشيخ زايد لما احنا روحنا أنا روحته مرة واحدة ما عاشوا أنت روحته بعد كده ولا لا عملنا البرومو هناك أول أنا وكريم خالص يعني نضمينا لقناة الأهلي فكل واحد من المزعين بيصور برومو عاشر صبح في الأهلي صورناه في أهلي الشيخ زايد وقتها حتى كان لسه التطوير اللي هو واصل دلوقتي بعد سنة ونص بنتكلم أو خلاص دخين في سنتين ما كانش لللافل ده بس عايزة أقول لكم كانت حاجة برضو مشهد كان كويس جدا كانوا لسه الفوت كولز بتتعامل له حاجات زي كده بس لا النادي واسع جدا وكبير جدا وعضاء هناك كتيرة جدا والتراك حلو قوي والملعب بتاع الكورة لا فعلا كان حلو